أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر اليوم الاثنين تلاتين تسعة الفين أربعة وعشرين سجل متوسط سعر كيلو الرز السايب تلاتين جنيه والمعبق من اتنين وتلاتين لتمانية وتلاتين جنيه مع احتمالية تفاوت الأسعار بين المحلات كيلو المقارونة المعبقة تلاتين جنيه والسكر من اتنين وتلاتين لخمسة وتلاتين جنيه الزيت الخليط من 60 ل 65 جنيه للتر. الدقيق السايب حوالي 20 جنيه. والمعبق من 25 ل 30 جنيه. اللبن السايب في حدود من 30 ل 40 جنيه. والمعبق من 38 ل 45 جنيه. الزبدة الخليط حوالي من 100 ل 130 جنيه للكيلو. وزيت عباد الشمس اللتر سجل حوالي 85 جنيه. زيت الدرة اللتر حوالي 95 جنيه. والفول من 40 ل 50 جنيه. برطمان الصالصة 360 جنيه حوالي 25 جنيه. وجبنا البيضة بأنواعها من 120 ل 150 جنيه للكيلو. باكو الشال 250 جنيه من 55 ل 60 جنيه. وزازة الخلي اللتر في حدود 14 جنيه. برطمان الطحينة في حدود 85 جنيه. والزيت الزيتون 250 ملي من 150 ل 180 جنيه. واللحوم البلدي في حدود 410 جنيه للكيلو. واللحم الكندوس بيأتراوح ما بين 350 و 400 جنيه للكيلو الواحد.